مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنو موقع إخباري يتساءل هل يتبدل شعار الحوثيين بالموت لأمريكا إلى التحالف العلني معها؟ وفي المشاهد نت المنتخب اليمني وحد المتحاربين ويخلق الفرحة وفي البي بي سي من الأخبار المنوعة العثور على مياه للمرة الأولى على كوكب يمكن أن يكون مأهولا أن تقدم روحك دفاعا عن عدن فهذا لن يشفع لك ولن يمنع مصادرة ممتلكاتك من قبل ميليشيا الانتقالي وعنوان موقع عدن الغد قوة أمنية تحاصر منزل الشهيد محمد مزربة وقال الموقع إن قوة أمنية حاصرت منزل الشهيد محمد مزربة بخور مكسر وقال ولي الشهيد لعدن الغد إن قوة أمنية حاصرت منزله وأنه قام بإخراج أسرته من المنزل وأن القوة الأمنية لا تزال تحاصر المنزل وأفاد موقع عدن الغد أنه لم يعرف حتى الآن أسباب محاصرة المنزل من قبل القوة الأمنية يتحدث موقع مأرب بريس عن عملية ناجحة لقوات الجيش الوطني ويعانون الموقع هجوم مباغت في صنعاء يحصد رؤوس عدد من قيادات الحوثي وقال الموقع لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة بينهم قيادات ميدانية بارزة مصرعهم بنيران الجيش الوطني في جبهة حريب نهم شرقية العاصمة صنعاء وذكر الموقع أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي كانت تحاول التسلل إلى مواقع محررة للجيش وبيّن الموقع أن قوات الجيش باغتت العناصر المتسللة بهجوم عنيف أسفر عنه سقوط عدد من عناصر الميليشيا المتمردة بينهم قادة ميدانيون بارزون هم حمزة الكبسي وجبران الشامي وأبو حسين الأغرب بالإضافة إلى جرح آخرين من عناصر الميليشيا الخطر الذي لا يحتمله اليمن تحت هذا العنوان كتب الصحفي المصري سلمان جودة مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا في أجزاء من المقال مضت أيام كان اليمن فيها لا تأتي سيرة على أي لسان إلا ويقال عنه أنه اليمن السعيد ولنزل لا نعرف لماذا بالضبط كان سعيدا وقتها ولكن السعادة في اسمه لا بد من أنها كانت تعبيرا عن شيء حقيقي قائم على الأرض ثم لا بد من أن السعادة كانت راجعة في واحدة من أسبابها إلى أنه كان يمنا واحدا ولم يكن يمنين اثنين على نحو ما يرغب الذين يعملون هذه الأيام على إثارة كل ما يفرق ولا يجمع في جنوب البلاد ثم طرأ وقت جديد نتابع خلاله منذ أسابيع أن كيانا اسمه المجلس الانتقالي في الجنوب يخرج بالسلاح على الحكومة الشرعية وهي يفعل ذلك في ظرف فاصل تنشغل فيه الحكومة عن آخرها بصد خطر أكبر على البلاد اسمه الخطر الحوثي فالجماعة الحوثية التي لا تخفي ولا أهل إيران تريد السيطرة على البلد ومحو هوية لحساب طهران وهو الأمر الذي يرفضه كل يمني ومن وراء كل يمني يرفضه كل عربي بالضرورة لأن اليمن كله بشماله وجنوبه إنما يظل اليمنين جميعا فإذن لم ينتبه الجنوبيون إلى أن المعركة في الوقت الحالي هي معركة مشتركة بينهم وبين الحكومة الشرعية من جانب وبين الجماعة الحوثية من جانب آخر وأن الولاء منه ومن سواه لا بد من أن يكون لليمن الموحد وليس لأي طرف إقليمي وأن اليمن الذي تسعى للجميع في أوقات وحدته وقوته وتماسكه يجب أن يعود كذلك لأنه لا خيار آخر ولا بديل مختلف يمكن الرهان عليه يبقى الأمل أن يلتفت الجنوبيون في المجلس الانتقالي إلى هذه المعاني كلها لأن خطر الجنوب لا يحتمله اليمن ولأن اليمن يكفيه خطر الحوثي الذي ينكر عليه عربيته ويأخذه إلى حيث تريد حكومة المرشد في طهران للعرب في الشأن السياسي يتساءل موقع قناة بلقيس هل يتبدل شعار الحوثيين بالموت لأمريكا إلى التحالف العلني معها؟ يقول الموقع من كان جزءا من المشكلة لن يكون جزءا من الحل أو لن يكون إلا جزءا من الحل هذه هي السياسة الجديدة لأمريكا في اليمن وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى قد أكد وجود محادثات مع جماعة الحوثيين المقربة من طهران وقال أن زيارته للرياض تأتي في إطار مسعيه لإنهاء الحرب في اليمن من خلال إجراء محادثات مع كل الأطراف ميليشيا الحوثي وبعد أن نفت وجود محادثات بين الجانبين عادت لتؤكد استعدادها للحوار وقالت على لسان أحد قياداتها أن الحديث عن وجود حوار أمريكي مع جماعته يعتبر نصرا عظيما ودليلا أنهم على حق واستند الموقع إلى رأي أحد المهتمين الذي قال أن غياب الشرعية عن المحادثات في سلطنة عمان سببها أن هذه المحادثات لا تخص اليمن ولأن الحوثيين الآن هم جنح إقليمي لإيران والمحادثات والمحادثات هي بين طهران والرياض وبطريقة غير مباشرة وأمريكا تلعب دور الوسيط في ذلك بحث اليمنيون عن فرحة بين أكوام الأوجاع والمآسف الحرب التي تخيم على البلد منذ خمس سنوات خلفت الكثير من الأوجاع في كل بيت ولم يكن أحد من اليمنيين يتوقع أن ثمة فرحة ستأتي من أقدام لعبي المنتخب الوطني ووفقا لموقع المشاهد نت المنتخب اليمني وحد المتحاربين ويخلق الفرحة وقال الموقع إن كثيرين لم يتابعوا المباراة الأخيرة بين اليمن والسعودية وخوفا من هزيمة المنتخب الوطني متابع الموقع تمكن منتخبون الوطني من رسم فرحة ولو وقت قصير على شفاه اليمنيين الذين توحدوا جميعا عقب المباراة وتناقلوا مقاطع الفيديو لهدفي المنتخب متنسين أوجاعهم وخلافاتهم يقول الشاب عبد الباصد صالح للمشاهد قبل بدء المباراة كنت أتوقع هزيمة مدوية للمنتخب اليمني من شقيقه السعودي لكن عندما شاهدت أول هدف لمحسن قراوي وهدف خرافي لا يقدر عليه إلا النجوم العالميون عندها وثقت بأداء اللاعبين عمت الفرحة كل أرجاء اليمن وما فرقته السياسة والحرب جمعته كرة القدم هذه الفرحة ظهرت في مختلف وصائل التواصل الاجتماعي وتناقل اليمنيون هدفي منتخبهم في مرمى السعودي من السودان إلى اليمن تحت هذا العنوان كتب عالم الاجتماع مارك لايفرون مقاله المنشور في لوبيغارو مطالع فيه ما جاء عن اليمن ورغبة أهلها في أن يكون لهم بلد قوي اليوم تمثل شواطئ اليمن مكانا لمعارك قاتلة بين أطراف متعددة مع ملامح وقضايا محددة بشكل سيء ولكن خلف السؤال المطروح حول وحدة اليمن وشرعية رئيسه هناك أيضا مسألة إرادة السكان في أن يكون لديهم مؤسسات ملائمة وطرق للاندماج بفعالية في الاقتصاد العالمي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وطرق للاندماج بفعالية في الاقتصاد العالمي وطرق للاندماج بفعالية في الاقتصاد العالمي وفي مايو آيار 2019 قالت مراسلون بلا حدود أن عائلة المريسي حصلت على معلومات عنه وأكدت زوجته في تغريدة أنها تلقت منه مكالمة هاتفية تنامت بضع دقائق لتعلم لأول مرة أو لمرة للمرة الأولى منذ انقطاع أخباره أنه لا يزال على قيد الحياة ولكن من دون إشارة إلى مكان وجوده أضرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001 بسمعة المسلمين في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة خاصة لكن مهندسة مسلمة تعمل في البنتاجون نجحت في تحسين صورة المسلمين من خلال تحويل موقع الاعتداء إلى كنيسة صغيرة وعنوان موقع الديدابيليو تعرف على المهندسة المسلمة التي أعادت ترميم البنتاجون بعد هجمات سبتمبر عندما تعرض مبنى وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون في واشنطن دي سي إلى اعتداء كانت منال عزة المهندسة المصرية داخل المبنى تحاول الفرار مذعورة مع آخرين للنجاة بحياتهم في صبيحة اليوم التالي وبعد إخماد الحريق عادت منال إلى البنتاجون وبصفتها مهندسة ومديرة مشروع في فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي كانت واحدة من الفريق الذي حمل على عاتقه مهمة إعادة إعمار الأجزاء التي تعرضت للدمار في البنتاجون اليوم أصبح الموقع الذي ارتطمت به الطائرة وعودت بحياة 184 شخصا كنيسة صغيرة يجتمع فيها أقارب العسكريين الأمريكيين من مختلف الديانات لأداء شعائرهم الدينية فقد تحول إلى ملاذ هادئ بمقاعد زرقاء مبطنة وكتب ديانات مختلفة ونوافذ زجاجية ملونة تذكر بضحايا الحادي عشر من سبتمبر وكل جمعة يرتاد مكان العبادة بعض موظفي البنتاجون المسلمين لسماع الخطبة وأداء الصلاة اليمن من حرب لاستعادة الشرعية إلى بيانات للتحالف تحت هذا العنوان كتب عبدالوهاب العمراني مقاله المنشور في الموقع بوس مضيفا في أجزاء من المقام من يوميات الحرب يستنتج بداهة بأن ثمت محاولة لتفخيخ اليمن بكل عناصر لا استقرار وجعل الأمل في عودة الحياة السياسية الطبيعية مستحيلا فقد انحرفت الحرب عن هدفها المعلن وكان استمرارها فقط للتصبح نمط حياة يومية بمدى زمني مفتوح وبلا حدود وليس كأداة لحسم صراع يتعذر حسمه عسكريا وعلى هذا يبدو بأننا سنشهد في الأيام القادمة سقوطا مدويا للشرعية وسعودا مؤكدا لتثبيت الانقلابين بتشريع واقع الحال وهذا بداهة لن يكون حلا لليمن ولا حتى للأقاليم بل استدامة للحرب وفتح أبواب جهنم في حال تحقق الانفصال وفي هذه الظروف وبعد كل ما جرى ويجري فبداهة لن تعود اليمن إلى ما قبل تسعين وإنما ستعود اليمن إلى ما قبل اثنين وستين أي شمال بحكم سلالي طائفي أسوأ منه في حقبة الإمامة لأنه يظهر بصورة شعبية جمهورية جمهور إسلام ومؤدلج بنظرية ولاية الفقيه وهما لم يكن في عهد السلالة الأممية بل سيكون على غرار إيران ومفردة السيادة مجرد شعار مقارنة بما كانت عليه في الماضي رغم أن كلاهما في النتيجة واحدة بل أن الحوثي سيكون على استعداد ليرمي بشعارات عرض الحائط في حال ضمن اعترافا دوليا وإقليميا خليجيا تحديدا وقد يتخلص من أسلحة التهديد التي تتعرض له السعودية كمان الأخيرة السعودية على استعداد أيضا للتعايش مع الحوثي وحرك جنوب إقلابي على أن تتعايش مع يمن موحد يحكمه قوى تورية مستقلة بينما سيرتم الشطر الآخر في حضن العمالة بصورة فجة أكثر منها من عملاء صنعاء وسينعكس هذا على الشطر الثاني بحيث سيخلغ استقطابا إقليميا وهذا ليس في صالح الشطرين ولا حتى في صالح الجار السعودي لكنهم أي الجيران بدون بعد نظر وبدون استراتيجية اكتشف علماء الفلك للمرة الأولى مياها على الغلاف الجوي لكوكب يدور في فلك منطقة يمكن أن تكون مأهولة حيث عنوان البي بي سي العثور على مياه للمرة الأولى على كوكب يمكن أن يكون مأهولا وقال الموقع يجعل العثور على المياه العالم الجديد الذي أطلق عليه اسم كي تو أو كي اثنين 18 بي مرشحا مرجحا للبحث عن الحياة خارج الأرض وفي خلال عشرة أعوام قد يمكن للتلسكوبات الجديدة تحديد ما إذا كان أو تحديد ما إذا كان الغلاف الجوي لكي تو 18 بي يحتوي على غازات يمكن أن تنتجها كائنات حية ووصفت كبيرة الباحثين الذين أجروا دراسة عن الكوكب البروفيسور جيوفانا تينتي الأستاذة في يونيفرسيتي كيلدج لندن الاكتشاف بأنه مذهل وقالت إنها المرة الأولى التي نكتشف فيها مياها على كوكب في المنطقة التي يمكن العيش فيها حول نجم درجة حرارته متماشية مع وجود حياة والمنطقة التي يمكن أن تكون ماء هولى هي المنطقة المحيطة بنجم والتي تسمح فيها درجة الحرارة بوجود المياه في حالة سائلة على سطح أي كوكب ويبعد كيتو أو كيث نين 18 بي 111 أو 11 سنة ضوئية عن الأرض أو نحو 650 مليون مليون ميل وهي مسافة تفوق قدرة أي مسبار ولذا فالخيار الوحيد هو انتظار الجيل القادم من التليسكوبات الفضائية وحسب مقال إنغو غالدمان الأستاذ في جامعة يونيفرسيتي كيلدج لندن فإن هذا واحد من أكبر الأسئلة في مجال العلو وطالما تسألنا عما إذا كنا بمفردنا في الكون خلال عشرة أعوام سنعرف في المستقبل قد تتمكن الحكومات من قراءة أفكارك هذا بالتحديد ما حذر منه عدد من العلماء فبحسب صحيفة الشرق الأوسط هناك إمكانية استخدام رقائق إلكترونية يمكن أو يتم زراعتها في مخ بعض المرضى ومرضى السكتات الدماغية أو الصراع لقراءة أفكار الناس ونقلها إلى الحكومات أو الشركات ونقلت صحيفة الديليميل البريطانية عن العلماء الذين ينتمون لجمعية لندن الملكية قولهم إن قراءة أفكار البشر قد تتسبب في مشكلة كبيرة بخصوص الخصوصية حاليا تستخدم أو تستخدم هذه الرقائق فقط في المجال الطبي وبعد الحصول على ترخيص لاستخدامها إلا أن العلماء يخشون من استخدامها سرا من قبل بعض الشركات والحكومات وقد حثوا الحكومة البريطانية على إجراء تحقيق في هذا الشأن وحماية حقوق الإنسان عن طريق التصدي للتطوير التجاري لهذه الرقائق العصبية ويحذر العلماء من أن الوصول إلى أفكار الناس ومزاجهم ودوافعهم أو ودوافعهم يمكن أن يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان وأوضح قائلين إذا أمكن الوصول إلى الأفكار فقد تستغلها الشركات لتسويق سلعها وخدماتها كما قد يستخدمها السياسيون أو الناشطون لكسب تأييد الأشخاص لهم اشتركوا في القناة 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 ارتداء الأقنعة لحفاظ على سرية هوياتهم وتجنب التمييز صحيفة الجارديان البريطانية نشرت بعضا من صورهم متامعة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة